تماما. كده احنا ان شاء الله بنسجل. تمام? مم. تمام ما رفضك اننا وقفنا زي ما بقولك برضو عند وعرفنا عرفنا على انه ايه? ده قلنا انه هو اللي بيحصل ما بين وبعضها اتراكشن الووتر موليكولز وبعضها. تمام? تماما. طيب اه دلوقتي بقى بنتكلم عن الادهيجنز الادهيجنز برضو اتراكشن. بس مش بيحصل ما بين الووتر موليكولز وبعضها. عبارة عن اتراكشن بيحصل ما بين الووتر موليكولز او سطح بتاع موليكول تاني. يعني ايه تاني بقى كده. نعرف بس كده. اللي بيحصل الووتر موليكولز وايه تاني? والاسطح المختلفة للمواد التانية. ايا بقى كانت المادة دي ازا كانت ملش فبيضوف في المية ازا كانت ازازة فتحس ان المية بتطلع على الازازات وهنشوف اه تأثيرات زي كده معجودة معانا ان شاء الله النهاردة في المحاضرة. فده بكل بساطة ده الادهيجن. بص بقى كده على الصورة الموجودة عندنا. هنلاقي ان احنا عندنا الصورة المعروفة بتاعتنا بتاعت الووتر موليكولز. اه ده ووتر موليكول اها. وده ووتر موليكول تاني. اللي هنا بقى دي موليكولز بتاعت ايه? اي مركب كيميائي تاني. اي مادة تانية. وفي الغالب مسلا هنفترض ان دي ايه? الكولوليد السوديوم او الملح بتاعنا. الان ايه سي ال. تمام? تمام. احنا عارفين ان الان ايه بيكون هو جزء الموجب في الملح والسي ال اللي بيكون هو الجزء السالب. مش كده? اي. طيب. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الجزء المية برضو في جزء موجب وفي جزء سالب. فبالتالي الجزء الموجب اللي في جزء المية هيكون رابطة هيدروجينية مع الجزء السالب اللي في جزء الملح. والعكس صحيح. يعني ايه? ده الجزء السالب اللي متلون باحمر هنا ده هيكون رابطة هيدروجينية مع الجزء الموجب في جزء المية ده. وده الجزء السالب اه وده الجزء الموجب آسف اللي متلون ببنبي ده هيكون رابطة هيدروجينية مع الجزء السالب في جزء المية اهو. فلما يكون رابطة مع جزء مية وربطة مع جزء ماء تاني يعني الجزء ده كده يكون رابطة مع الجزء ده من الماء والجزء ده يكون رابطة مع الجزء ده من الماء بيبدأوا الاتنين يبعدوا عن بعض بيبدأوا الاتنين اللي يحصل لهم يبعدوا عن بعض فاللي يحصل ان الملح يبدأ يدوب في الماء ولازم نركز كمان في الكلمة دي بيبدأ ايه يدوب في الماء فتلاقي ان الجزء الموجب بعد لوحده كده ده جزء موجة بقى ها وجزء السالب بقى لوحده برضى. وبالتالي كده المركب الجديد اللي دخل على المية اللي هو زي ما احنا قلنا بدأ ايه يدوب ونفصله عن بعض. يدوب بالانجليزي يعني ايه بيحصله آآ آآ بيدزولف في المية تمام? والموزيد بقى اللي هو المية اسمها فلما جو لما جون بقى يشتغلوا على المية والمواد اللي بيتدوب بشكل عام. لقوا ان المية بشكل خاص هي اكتر آآ او اكتر آآ موليكيول بيدزولف عدد تانية من الموليكيول. يعني ايه? يعني احنا عندنا آآ سوائل سوائل كتير موجودة في الطبيعة من ضمنهم المية. لما جينا نلاحظ اللي بيحصل لما ندوب حاجات كتير جوى السوائل المختلفة دي. لقيها ان المية هي اكتر سائل بيدوب في حاجات. اكتر سائل بيدود آآ حاجات. فلانه هو اكتر سائل بيدود مواد كيميائية تانية سميناها ايه? او مزيب عام. المية مزيب عام. ليه? بسبب عندها خاصية اسمها الادهيجن. الادهيجن ده بيحصل. لما جزيئات المية تكون روابط هيدروجينية مع جزيئات بتاعة مادة تانية. فجزيئات المادة اللي ده اللي دخلت جوه الماء ده تبدأ تبدأ عن بعضها. فيحصل الله ايه? او بيدزولف جوه المية. بتدوب جوه المية. فايه? كده سميناها مزيب عام. وقولنا عام ليه? علشان هي اكتر سائل بتدوب آآ المية بتدوب آآ حاجات بشكل عام يعني. او المية هي اكتر سائل بيدوب مركبات. دكتور. فضل لغاية. دكتور. ما ينفعش نشرح من الورق عشان ابقى اعرف اذاكر مليون بتاع الجماعة. من المفيش مشكلة. عشان ابقى اعرف نذاكر مليون. خلاص تمام. هو كده كده تقريبا كنت فتح. احنا كنا بنتكلم فين? في ان المية عبارة عن مش كده? ايه. هي دي النقطة اللي حد نتكلم فيها اهه. هنبدأ نقرأ ونعلق على النقطة الموجودة فيه. تمام? قلنا وصلنا قلنا لحد ايه? لحد الادهيجن. تمام? ده الادهيجن هو في الاسلايدات. قلنا وعرفناه ان هو الاتراكشن اللي بيحصل ما بين الووتر حلو. او الاسطح المختلفة لمواد تانية. زي ما انت شايف كده عندك حتى في الصورة الموجودة. جايب اه دي دي او خلة سنان. ومشاور كده على نقطة كده فيها في المستوى بتاع سطح المية. سطح المية ده المستوى بتاعه اهو. ونقطة تحت سطح المية. ده حصل بسبب ايه? ده حصل بسبب ان اللي حوالين دي او الخلة دي. مسكت جامد في السطح بتاع الخلة او او التو سبيك دي. فلما مسكت جامد فيها بدأت تتسلق على جدار الخلة بتاعت السنان. وعملتلي شكل الاليفيشن اللي انت شايفه ده. تحس ان المية ايه? تطلع فوق مستوها الطبيعي سن. لو ركزت في الصورة هتلاقي حتى عليها ايه? عليها السهم كده. هو ده الاليفيشن اللي احنا بنتكلم معه. ده حصل بسبب ايه? بسبب الادهيجن. تمام? تمام. قلنا ان بيترطب على اه وجود بتاعت الادهيجن دي في المية. حاجتين. الحاجة الاولى هي انها او مزيب عام. تانية حاجة اه حاجة اسمها الكابيلاري اكشن. اه الكابيلاري اكشن ده شيء اه بيحصل اه في الكابيلاريز الدايئة جدا. وان شاء الله هنتطرق اليه وهنشرح. اه فقلنا ان ده اه هو مزيب عام. وقلنا ان هو مزيب عام بسبب ان هي بتدوب اه حاجات اكتر من اي اه سائل تاني موجود في الطبيعة. اه تعاكد الاول نقل بتاع السوليفينت. قلنا السوليفينت is the substance that dissolves other substances. water is an excellent solvent because of its hydrogen bonds. بكر لما قلنا ان الhydrogen bonds هي اكتر حاجة بتميز المية. اي. انا ده برضو تأكيد على نفس الكلام تاني. فترجمة الكلام ده ايه? بيقولك ان المية او اه اسف بتاع السوليفينت او المزيب هو المادة اللي بتدود حاجات تانية فيها. حلو? طيب ليه المية بقى هي كل بساطة رأي انها بتعمل مع المركبات اللي بتخش جواها. تعال على سبيل المثال نشوف الصورة اللي موجودة هنا دي. ده مركب المية. ده اهو مركب مية زي ما انت شايف كده. واللي جوا ده الحاجات اللي ازرق ده مركبات مية. اللاصفر والاخضر دي مركبات بتاعة ملش ده بجوه المية. المية عملت ايه بقى? جات مع الجزء الموجب في الملح وكونت معاه روابط بالجزء السالب بتاعه. نركز في الكلام. المية الجزء السالب بتاع المية. السالب بتاع الوطر. كون مع الجزء الموجب بتاع السابستنس او الحاجة اللي داخلت جوا المية. والجزء الموجب بتاع المية برضو هيعمل مع الجزء السالب في السابستنس. حلو الكلام? فاللي يحصل ايه? لما المية تشد الجزء السالب بعيدة عن الجزء الموجب. الاتنين يبعدوا عن بعض ويدوبوا جوا المية. فدي عملية ايه? الازابة. طيب قلنا ليه المية يونيفرسل سوليفنت? قال لك لان بص. لان المية بتقدر تدور حاجات تانية اكتر من اي مادة موجودة تانية في الطبيعة. عشان كده سميناها ايه? يونيفرسل سوليفنت او موزيب عام. طيب ايه يا بقى خواص السوليفنت دي? امتى اقول على حاجة ان هي سوليفنت او موزيب? اولا بيقولك ان هو بيكون آآ آآ رعوبة معه البولر كومباونس. يعني لازم يكون الجزء اللي هيدوبه في موجب وفي سالم. حلو? ده معنى كلمة بولر كومباونس. او كومباونس طيب. اه از ربيلد باي نون بولر كومباونس. لو احنا جيبنا نون بولر كومباونس او لو جيبنا حاجة نون بولر زي ايه الحاجات النون بولر? مو عزم المركبات الدهنية نون بولر زي الزيت. بيحصل له ايه? طيب ما ده بيحصل فعلا مع المية. عارفين احنا طبعا التجربة الشهيرة بتاعة الزيت او قطرات الزيت اللي ما بتحط في المية. بنلاقي ان بعد فترة الزيت بدأ يطفو على السطح مش كده? نعم. ده بسبب ان جزائقات المية بتعمل لجزائقات الزيت. والزيت نون بولر كومباوند. فبالتالي ده شرط متوفر في المية. المية بتطرد الجزائقات النون بولر زي الزيت او المواد الدهنية. عشان كده بيقولك لما ايه دك تتوسخ بشحم او لما تكون واكل اه واجبة فيها او مليانة دهون. المية مش هتخرج الدهون من ايه دك. لكن الصبون بيخرج الدهون. مش كده? ده السبب. طيب. ان المية بيحصل لها من النون بولر كومباوند. فبالتالي مش هتطعف تدوبه. طيب. بيقولك ان يكون عندها عشان يقلاو يسمح لها يعني يكون الموليكيول بتاعها الحجم بتاعه صغير. ليه? عشان يعرف يحصل لها ودي خاصية من خواص المية هنجي لها كمان شوية. يعني نرجع كده على الثلاث خواص بتوع اي لازم يكون متوفرين فيه. اول حاجة لازم يكون بيكون روابط مع جزيئات فيها موجة بوسالب. يعني هو في موجة بوسالب وبتفاعل مع حاجات فيها موجة بوسالب. ماشي? ماشي. تاني حاجة يكون ما بيتفاعلش مع حاجات مفيش فيها موجة بوسالب. ده بيحصل في المية قلنا الزيت ده نان بولر كومباوند وبالتالي بيحصل من المية فده شرط متوفر في المية. طيب تالت حاجة يكون بتاعها صغير. وده شرط متوفر في المية لان المية بيحصل لها ديفيوجن. طيب ايه بقى اللي يحصل لما يكون الحجم بتاعه صغير? قلنا ان هو بيساتوريت المناطق المختلفة. على حسب التشبع بتاع الاملاح في منطقة على المنطقة تبدأ المية تشبع المناطق دي. وده فعلا بيحصل في ماذا بقولنا وهنشوفه كمان شوان. رابع حاجة بيقول لك ان هي من الاخر كده ان هي تقدر تدوب او تتفاعل مع المركبات الاخرى في قلب المحلول بتاعنا المتكون. المية دي مش تقدر زي ما احنا قلنا تقدر تدوب اكتر من من سوليفنت او ااسف اكتر من من سبستانس. اه. فبالتالي فبالتالي المية تقدر تكنفي اوضر سبستانسز. يعني مش هتدوب حاجة واحدة بس. تقدر تدوب كزا حاجة. حلو? اي حاجة او او المية تقدر تدوبها. فبالتالي برضو بتمشي او بتطبق عليها لشرط الرابع. ازا دي الاربع شروط او الاربع خواص بتاعة والمية بالفعل بتطبقهم فبالتالي المية بقت ايه؟ سوليفنت. ولانها بتدوب حاجات اكتر من اي سائل موجود تاني في الطبيعة. سميناها يونيفيرسل سوليفنت. ده شرح كلمة يونيفيرسل سوليفنت. اه. اللي هي خاصية من خواص المية. وقلنا ان هي نتجة عن الادهيجن اللي المية بتعمله مع المركبات المختلفة مش مع جزئات المية نفسها. الناتجة عن ايه؟ عن وجود رابط هيدروجينية في المية. حلو الكلام؟ هم. حلو الكلام. هو برضو زي ما احنا قلنا مرة اللي فاتت بتلاقي معظم الكلام بيتمحور حوالين ايه؟ آآ حوالين ان المية بتعمل رابط هيدروجينية. ازا كان مع نفسها او ازا كان مع مركبات تانية. ازا كان مع نفسها والله لو كان على السطح هتعمل لي سيرف استنشل. لو كان في بطن السائل هتعمل لي آآ فيسكوسيتي. لو كان بشكل عام ده فالروابط دي بتاخد طاقة والطاقة بتخلي المية ما تسخنش بسرعة فبالتالي بقى عندها حاجة اسمها ايه؟ هاي اسپاسيفيك آآ هيت. آآ اتكلمنا بعدها عن الادهيجن ان برضو المية فيها هيدروجين بوندس وتقدر تعمل آآ هيدروجين بوندس مع آآ آآ اسطح لمركبات تانية غير المية. فبالتالي لما تعمل هيدروجين بوند مع مركبات آآ بولر يعني مركبات فيها جزء سالي وفيها جزء موجب فتدوبها. فبالتالي تبقى اسمها يونيفيرسال سوليفن. نيجي على الجزء التالي اللي عنه الدور اللي هو ايه؟ الكابليري اكشن. الكابليري اكشن ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب ان المية آآ بتجذب السطح بتاع الكابليري آآ او في البداية كده. يعني ايه كابليري? الكابليري ده يعني آآ شعيرة. آآ كن احنا آآ خدنا في السنوية عامة حاجة اسمها الخاصية الشعرية. آآ عادت عليك الكلمة دي قبل كده؟ لا. هي عامة هي هي نفس كلمة الكابليري اكشن ده الترجمة بتاعتها. الخاصية الشعرية. المية من من ضمن الخواص الغريبة اللي عندها انها بتكون او بتجذب سطح الاز او سطح الجدار اللي موجود هنا ده. ايا ان كان بقى ازا كان ازاز فبتطلع ازا كان آآ انسجة من انسجة النبات فبرده آآ بتجذب السطح ده. الصورة اللي هنا دي بتوضح لنا الكابليري اكشن. اللي بيحصل ايه? اللي بيحصل ان كل ما القطر بتاع التيوب او الانبوبة دي بيصد اصغر كل ما المية بتتسلق الجدران بتاعت التيوب وتبدأ تطلع لفوق اكتر. فتلاقي ان هنا ده في الاول هنا ده الريدياس بتاعه او القطر بتاعه واسع جدا. فبالتالي الارتفاع بتاعه ما كانش عالي او ده الارتفاع بتاعه. هنا الريدياس اصغر شوية من التيوب رقم واحد. هنا التيوب رقم اثنين وهنا التيوب رقم تلاتة. فالمية طلعت لارتفاع اعلى. التيوب رقم تلاتة. المية طلعت لارتفاع اعلى خالص لانها ادية ريديوس. الخاصية دي بيعتمد عليها النبات علشان يسحب المية من التربة. ان النبات بيكون فيه اه شعارات دقيقة جدا. فالمية لما بتلاقي الشعارات الدقيقة دي قلنا بتعمل حاجة اسمها الكابيلة ري اكشن. وتبدأ ايه? تكلايم السطح او تكلايم بالتيوب دي. عكس قوة الجاذبية. لان الجاذبية بتكون بتشد الووتر لتحت كده. ولكن هي بتكلايم بعكس الجاذبية. تعني اقرأ بقى المكتوب في الكابيلة ايه بقى الكلام ده? الكلام ده بكل بساطة بيشرح لنا الالية فعلا او الميكانيزم بتاع اه المية. لو السطح اللي عندنا ده سطح قابل اه للتبلل او المية تقدر تبله. المية لما بتبل السطح ده قلنا بتشبع المحتويات بتاعته وتبدأ يبقى منها بواقي موجودة على بتاع المادة دي او ده. وده اللي بيخليها تعمل اه زي ما يكون برضو نفس الفيلم بتاع السيرفز تنشل اللي خدنا المرة اللي فاتت. نعم. مش قلنا ان المية بتعمل حاجة زي اه اه زي كده قلنا ان فيزبل اه بتعمل ان فيزبل اه فيلم على سطح المية او بيخلي الانسان اللي بيشوفها وكأن ما فيش اه اه ما فيه ما المية ده مش 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 قادر الواحد اه يغتس جواها او النموسة زي ما كنا بنضرب المثال او اللي بيحصل هنا بقى نفس او نفس الحاجة او حاجة قريبة منها بالزبط. اللي بيحصل ايه بقى? ان المية بسبب التشبع الجزئي اللي بيحصل في الوتاب السيرفز ده او في التيوب مثلا على سبيل المسال عندنا هنا بتبدأ تشد نفسها الفوق عكس الجاذبية وتمسك نفسها في الجدار كمان لحد ما ترطلع الارتفاع عالي زي ما ايه? زي ما في التيوب التالت هنا كده. ماشي الكلام? تمام. تمام. ماشي. اه قلنا طبعا ان هو اه 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 ليه بقى? زي ما زي ما احنا قلنا ان النباتات فيها ايه? فيها شعارات دقيقة جدا. فالمية لما بتلاقي الشعارات دات موجودة تبدأ يحصل لها الكابلاري اكشن وتتسلق عكس الجاذبية. فبالتالي تطلع الارتفاعات عالية جدا في النبات. فلو كان عندنا شجرة تقدر تطلع فيها. لو كان عندنا زرع المية تقدر تطلع لحد ايه? لحد الازهار من فوق خاص. ماشي الكلام? طب احنا بقى دلوقتي لو مش فاهمين الكابلاري اكشن. نبسط نفسنا الموضوع ده ازاي? بكل بساطة. احنا عندنا المية بتتسلق عكس الجاذبية. ماشي? المية بتتسلق عكس الجاذبية. لما تكون موجودة في تيوب في تيوب الريدياس بتاعها صغير. وكل ما يزخر الريدياس كل ما التسلق او الارتفاع اللي ما بتوصله بتزيد. زي ما احنا شايفين هنا. في التيوب رقم واحد الريدياس بتاعها كبير. فالمية ارتفعت ارتفاع مش كبير اوي. في تيوب رقم اتنين المية تسلقت اه التيوب بتاعتنا ولكن الارتفاع بتاعها كان متوسط ده ليه? لان الريدياس بتاعها متوسط. في تيوب رقم تلاك. الريدياس اللي هو العرض يعني او لا? الريدياس اه اللي هو المية وصلت لاختر ارتفاع ليه. تمام? تمام. ده الكابلة ري اكشن. اه بعدها ندخل على الديفيوجين والاسموجيس. احنا مش عاوزين ندي تفاصيل كتيرة في الديفيوجين والاسموجيس. لان الواضح ان حتى هنا في الاسلايدات الدكتور مش مركز عليه. طيب الديفيوجين ده يعني ايه? والاسموجيس يعني ايه? وفعلا في حاجات يعني ملغية خالص بس انا لغاية دلوقتي مش عارف اجيبها. اه. مش مشكلة. هو هو الواضح اصلا حتى من الاسلايدات ان الدكتور مش مركز على الديفيوجين والاسموجيس. فهو احنا هنقول فيها كلمتين وهنوضح فيها نقطة بس بسيطة. هقول لك لما تشوف كزا يبقى ده كزا ولما تشوف كزا يبقى ده كزا. هنقرأ الديفينيشنز وهنحط النقط اللي احنا هنبدأ ايه? اول ما نشوف السؤال بيتكلم فيها ينعرف عطول ان هو هنا بيتكلم على اسموجيس ولا بيتكلم على ايه? على اه اه دفيوجين. تمام? تمام. طيب اه الديفيوجين ده يعني ايه? الديفيوجين ده يعني النفاذي. يعني ان المية تعدي من مكان لمكان. حلو? طيب من انهي مكان لانهي مكان من high concentration ل low concentration. ماشي? يبقى. لما قولك المية حصل لها دفيوجين يبقى المية. كانت في مكان هنا عالي. عالي في التركيز بتاع المية. ونركز في كلمة التركيز المية. راحت لمكان منخفض في تركيز المية. تمام. ده اسمه دفيوجين. او كدفينيشن بقى. هي التندنسي of the substances to move from areas of high concentration to areas of low concentration. يعني هي رغبة المية او المركب بتاعنا ده انه يمشي من منطقة فيها concentration عالي او تركيز عالي لمنطقة فيها concentration قليل. تمام? تمام. لبس مجهة ازاي بقى من الاخر. لو قالك ان المية اتحركت اتحركت من المية نفسها. اتحركت من high concentration في المية نفسها. low concentration في المية نفسها. يبقى ده دفيوجين. تمام? يبقى المية تتحرك من منطقة المية فيها كتير لمنطقة المية فيها اللي بيحصل ايه? اللي بيحصل زي ما انت شايف كده على اليو شيب تيوب ده او التيوب اللي عشان في الحرف يو السورة اللي تحت دي. اللي حصل ايه بقى? اللي حصل ان المية بتقول ايه? ايه ايه معك. تمام. اللي حصل ان المية كانت موجودة في مكان كتير اوي. ومكان تاني قليل اوي. او المية كانت موجودة high concentration في مكان. وليو concentration في مكان تاني. المية بقى ممشتش من العالي للواطي. لأ مشت العكس. من الواطي للعالي. طيب ده لي بقى? مش. ده لي بقى? ده بسبب خاصية الاسموزيس. خاصية الاسموزيس عشان تحصل لازم يكون عندي شرط مهم جدا. ان يكون في حاجة اسمها selective او سلكتيفلي برميا بولمنبري. يعني غشاء اختيار النفذي. غشاء مش بيسمح بمرور اي اي مية او اي مركب عن عن طريق. يعني الغشاء ده مش بيسمح بمرور المية من اه من اليمين للشمال او من الشمال اليمين. لأ ده بيسمح لمرور اه مركبات معينة بس تعد من خلال. ماشي? يبقى ده الشرط اول شرط عشان ندع نهول ان فيه اسموزيس بيحزن. طيب ايه تاني بقى? لازم يكون في محلول او او في حاجة دايبة جوه المية. لازم يكون في مواد دايبة جوه المية. لان المية لو لو واحدها يبقى انا كده بتكلم على المية. المية لو معاها سليوت او مواد دايبة فيها يبقى انا كده بتكلم على اسموزيس. ماشي? ماشي. طيب. وقلنا ان الاسموزيس المية متتحرك عكس الديفيوجين. يعني من مكان فيه المية قليلة لمكان فيه المية عليه. طبعا. لمكان فيه المية قليلة لمكان فيه المية ايه? عليه. عليه. يبقى عكس ايه? الديفيوجين. طبعا بقى احنا لو عايزين نزود كلام زيادة وعايزين نفهم الموضوع اكتر يعني. هنقول ايه بقى? هنقول ان المية قليلة في المكان ده بسبب ايه? بسبب زيادة او المحليل او الحاجات اللي دايبة في المية. لان هما الاتنين اللي هم علاقة عكسية ببعض. لو زادت المواد اللي دايبة جوه المية. اللي يحصل ايه? ايه? اللي يحصل ان المية نفسها تقل. طيب ولو قلت المية. السليوتس السليوتس تقل? اه مع بعضها. او تعادل التركيز بتاع المواد اللي دايبة جوه المية. فعشان تعادل التركيز ده تعمل ايه? المكان اللي فيه محليل كتير قوي او اللي فيه اه مواد دايبة في المية كتير قوي. عاوز المية تمشي من عنده علشان يزود تركيزه. وتروح للمكان التاني اللي التركيز فيه قليل يزوده. حلو الكلام? ده لو احنا عاوزين نزود كلام. لكن انا مش عاوز بس عقد الموضوع عليك. اه هي بكل بساطة. ان المية بتمشي عكس الديفيوجن. من مكان فيه المية قليلة للمكان فيه المية عالي. تمام?